أعود إليك أستاذ مهرزيد أنت قتل اللي أنت تنقلت على عين المكان مشيت لك بلات مشيت لولاية باجا وحاولت تستقصي الأمر بنفسك غادي شنين نتائج البحث متاعك؟ نعم لكن بداية لو تسمح لي أعلق على بعض ما قاله العميد مع كل احترام طبعا لشخصه وتاريخه ولكن أريد أن أناقش بعض مما قاله في خصوص أن الإرهابيين لابد أن يقتلوا وأن كل إرهابي سيكون عقابه للقتل القتل لا يقرره السيد العميد أو يقرره عون الأمن في الميدان مشابش في مهمة استطلاعية فيصحب المسدس ويقتل عمل القتل صاد متواترة في الأشهر الأخيرة عشرات التونسيين قبل أن يكونوا إرهابيين هم تونسيين عشرات التونسيين قتلوا رميهم بالرصاص في الشوارع في بيوتهم تحت لافتة مكافحة الإرهاب وإرهابيين ورفضوا الاستسلام ويفترض أن ننتظر من وزارة الداخلية ومن الجهاز الأمنية على عمومها ومن الجيش الوطني أن يكون مدرب ومسلح ومؤهل بطريقة أنه لما قاضي تحقيق يطلب منه إحذار زيدة أو إحذار عمر يحذره حيا والقاضي يصدر بحق الحكم الذي يراه عادلا في شأنه يعني مش قاضي تحقيقي يبعث يعني عوان الأمن بش يحذروا فلان فيجيبوه جثة هامدة إرهابي قتلناه وارتحنا منه ونرى الآن تبرير الإرهابيين لابد أن يقتلوا من يحدد من الإرهابي؟ ما بيقى وسينا أستاذ ماهر نستطيع سمحك هنا في النقطة هذه بذات برشا ناس وبرشا مواطنين يتكلموا يحبوا يشوفوا كما عديتوا كما تكلمتوا وقلتوا كما نوكل بجثث معناها أبطال الشعامبي وعديتونا صورهم بالحالة هذه علاش ما تعديوا الناش صور الإرهابيين اللي قلت معناها اللي تقال لهم معناها بعض ألقي القضى عليهم والبعض تم قتلهم برشا ناس تقول ياخي أحنا نحاربوا في شبح وريونا إذا كان سمع حاجة إذا كان تم القبض علي إذا كان تم قتلوا أحنا نحبوا نشوفوا معناها ما بينقفصين ما يسمى بالإرهابي ما هوش بش يكون خير من بطل تونسي كنا تجعنا كيرينا تصاور جثث شهدائنا وأبطالنا في الشعام بتتعدى بالطريقة هذه نعم بصراحة الكثير من من يقفون يعني على رأس وزارة الداخلية من الإطارات السامع لم يستوعبوا اللحظة التاريخية لم يليسوا على إدراك تام بأننا نعيش في سنة 2013 وبأننا نعيش ثلاث سنوات بعد الثورة وأنه لم يعد بالإمكان إقناعنا بمجرد بيان أو بمجرد تصريح من أي إن كان سواء كان وزير أو ناطق رسمي أو أي إن كان في الدولة إلا بدليل يعني منذ عشرات السنين في عهد الدكتاتورية السابقة والتي قبلها عوان الأمر كانوا يتحوزون على أجهزة كاميرا ويصورون حتى في الملاعب الشغب في ملاعب كانوا يقوم بتغتياته المظاهرات يقومون بتغتياتها بأجهزة الكاميرا جلسات التعذيب ضحاياهم كانوا يغطونها بالكاميرا واليوم يتحدثون عن قتل تونسيين رمي بالرصاص ولا يثقون هذه العملية ويسجلونها في الدفتر أنه قتلنا إرهابيين الإرهابي لا يحدده عوان الأمر الإرهابي يحدد هذه الصفة القضاء التابعة لقوات الأمن أول ما انتشر خبر مقتل عوان الأمن الله يرحمه أنه مجموعة من السلفيين استأجروا بيت فذهب عوان الأمن لاستقصاء الأمر طيب مجموعة من السلفيين استأجروا بيت وين المشكلة هنا وين الجريمة أنه السلفيين ومن يحدد من هو السلفي ومن هو غير السلفي يعني مصطلحات فضفاضة مفاهيم فضفاضة جدا يتم استعمالها والخطير في الأمر يتم استعمالها في لحظات معينة يعني يتزامن هذا الاستعمال مع أزمات سياسية معينة فتظهر على السطح أزمات أمنية تظهر عملية تفجيرات تظهر عملية اغتيالات قتل الملف التناول الأعلمي هذا يبش نرجع له فيما بعد أستاذ مهر خلينا نشوف نتائج البحثة التي توصلت لها أنت في كبولات شنو اللي يريد غادي شنو اللي سمعت شنو اللي تقال لك نحن على عين المكان تنقلنا مجموعة من الصحفيين على عين المكان اسمعنا رواية مخالفة تماما لما روته وزارة الداخلية لهذا من الضروري جدا كما أشرط سياتك من الضروري جدا أن تكون العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أو العسكرية تكون عملية موثقة حتى تقنع الرأي العام وتظهر هذه الإنجازات ونفرح لها وتنشرح صدورها صدورنا إذن تصور هذه التي جبتها أنت معاك من قبلات شنو هذا بالضبط؟ نعم هذا المكان اللي وقعت فيه العملية البيت وقت فيه العملية وهذه يعني عبارة عن استبل في داخل هذا الاستبل هناك كوم من الرمل تم إخراجه من هذه الحفرة التي هي عبارة عن بئر ووزار داخلية تقول أنه مخزن للأسلحة والأشخاص كانوا يقومون بالأسلحة بتخزين الأسلحة في حين أن الجب هذا هو عبارة عن بئر بعمق خمس أو ست أمتار تحدثنا إلى الجيران لأكدونا أن هذه المنطقة هي منطقة ثرية جدا بالكنوز التي وبالأثار الرومانية وتعود إلى عهود قديمة فعصابات كثيرة منذ عهد النظام السابق فيها العائلة ترابل سي أنفسهم التي حضرت على عين المكان في هذا المكان في دور إسماعيل وسمى دور إسماعيل المنطقة هذه واستجلبوا معهم بعض الأشخاص الغرباء مثل المغاربة وعلى فكرة نحن داخل البيت شفنا مناها كميات كبيرة من البخور والروائح هذه وهو ما يوحي إلى استخدامها من أجل غيات ربما السحر والأمور الشعوذة لاستجلاب الجن والبحث عن هذه الكنوز على كل حال لهذا من الضروري ومن هذا من المهم جدا أن تكون العمليات الأمنية موثقة وأن تستحب القوات الأمنية في المستقبل تستحب معها أفراد يمثلون وسائل الإعلام يقومون بتغطية هذه الانتصارات ويوثقون لهذه الأعمال التي تخدم في صالح العام لو ماشينا في فرضية الكنوز هذه اللي تقالت أنا ما سمعت هاش كان من كنتي تقالت برشا دولتها لعبت برشا لكن يقول القايل معناها حتى إذا كانت دورية بيش تتعدى أو بيش توقفوا مجمعها هذوم اللي بيش قاعدين يبحثوا على الكنوز بيش يكونوا مسلحين بتبعية الحال نحن نتحدث عن مبالغ خيالية هي قيد التبادل وقيد البحث عنها بين الناس فهذه عصابات خطيرة جدا تتاجر في أمور عينية تقدر قيمتها بالمليارات فمن السهل جدا أن نفهم أنه هذو الأشخاص يعني وارجن يكون مسلحين خطيرين